الحلقة اللي فاتت من سلسلة تجديد السيارة سيارة الزد من نيسان حرفيا السيارة هذي قررت اشتغلها بيد نيانا كانت فيها مخاطرة كبيرة من ناحية البدي والاشياء هذي ولكن الحمد لله قدرنا نجتازها لو تتذكرون في الجزء الاول كانت اول مرحلة هي نقل السيارة لمكان العمل بعد التحقق من اعطال داخل السيارة بحث عمل المحرك بعد حصلنا في بعض المشاكل من ناحية البنزيم تغيير الجير بالكامل لانه كان مكسور بعدها تغيير ترمبة الخاصة بالبنزيم بعدها لاحظنا في صوت في السيارة غريب وصار الشكمان يحتاج لتلحيم وقفال الفتحات الموجودة فيه في اليوم الثاني فك الداخلية وتغيير العوازل الخاصة بالسيارة بعدها تغيير الزيت الخاص بالمحرك مع العلم ان المحرك RB25 نضيف الدعسة والبواجي الخاصة بالسيارة وبعدها العمل اللي ما توقعت اني راح اسويه حرق وتفكيك السيارة بالكامل قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة باقي لنا شوي ونوصل 200 ألف متابع والشي الأخير صار لي موقف بسيط انتبهوا عشان ما يصير لكم مرة ثانية خلصنا المراتب هذه تنجدتهم نجدوا على خيوط الوكالة وخيطوها مع مرتبة الوكالة وزادوا الاسلنج فيها عسان تكون مريحة برضو عندنا مناطق هذه طبعا راح تحتاج الرش ممكن نفكها حق تحزام لان عندنا الحزام هذه يبغلها رش وهذه برضو يبغلها تغطية ولكن تركيبهم المراتب كان مرة سليم وممتاز زاد الاسفنج هنا كان فيه سفنج متاكل ما ركبتها جبتها عنده لم فيه اسلاك هنا متقطعة وخاف من يلمس شي يجي التناس بما انه يعرف يشتغلها صح ويركب القبلون ويركب كل شي فيها وهنا برضو يشيك الله يسلمكم على المكيف يشوفوا عن كيف الكهرب إن شاء الله ويصلح لنا المروحة المروحة شوفوا هنا تهتز يعلقها بس وفيه كويل خربان لها يشيك عليها إن شاء الله بإذن الله لمرسينا هنا عاد الطبلون بعد ما نجدناه ما رح يبان للم الركل ثم يركل كل شي شاء الله رح يبان كل شي بإذن الله ما في خير عند الكهربائي لأن كان فيه سلك مرة محتر ودرجة إنا حسيت أنه بيحترك صارت المشكلة هنا في الكتاوتات اللي موجودة هنا فقرر منه يشي الكتاوت واحد ويخليه كتاوتين وتكون أسلاكها مرة عريضة عشان ما يحتر السلك نفسه خير الحد الآن قاعدين نشتغل على الكهرب من العصر عشان نشوف لمبات الطبلون وبرضو السكن اللي قدام والسكن اللي وراء كلها قاعدين نشتغل الآن وإن شاء الله ما ننخلصها في أسرع وقت طولنا والله لها يومين السيارة برضو الحد الآن من العصر واقع وأول ما نخلص بإذن الله رح نطلع الورشة السماري يصلحوا لنا الكويلات يشوفون وضع الكويلات يشوفون وضع البواجي يشوفون لداخل السيارة حال فيها بلا أو لا شوفون برضو ليه السيارة منصاب نحن بس خلصون ونتحرك على طول طيب يا جماعة الخير أخيرا حصلت جنوت وأنا قاعد كده في الصناعية دخلت تطبيق شباك وكنت قاعد أبحث عن جنوت للسيارة حصلت جنوت لأبيها واخترت طلب الدفع عند الاستلام عشان أضمن أني مرح أنصرق مثل المرة اللي فاته ونشوف هل صد الجنوت رح توصلي أو لا الشخص هذا ساكن حول الكويت ويبعد عني بعيد مرة رح أتدفع عند الاستلام ورح بكرة أتواجد في الرياض وقابله نتأكد من كل شيء في المقطع ننتظر هل هو رح يجي أو لا طيب يا جماعة خير بعد شوي رح نسلم الجنوت يا أخي ما أجمل الأمان لما تضمن فلوسك ما رح يضيع قال يبعد عني ما يقارب 30 دقيقة ننتظره لن يوصل ونصور لكم وإن شاء الله أنه ما تطفى الكاميرا بإذن الله طيب يا جماعة خير وصلت الجنوت الحمد لله برضو حطينا الجنوت هنا ورا هنا حطينا الجنوت هنا ورا رح نطلع الآن للبيت بإذن الواحد لحد نقول بسم الله قمس رجعت فين النوم رح ندخل كفرات اللي يموت داخل البيت ونغسلهم عندنا هنا اثنين عندنا برضا في الشنطة عندنا اثنين في الشنطة هنا طارة برضو رح نأخذ القطعة هذي فيها حتى نقدر نركبها ولا زطارة حلو بأي شايف وبشي جماعة الخير راح نفت الجنط ونركب الجنوت اللي شريناها قبل فترة نشوف هل هي راح تركب بدون تبريزها ولا خصول البيت هل هي راح تركب ؟ سيماً سيماً Reserve اشتركوا في القناة في مشكلة هنا في المسامير ان المسامير مو كويسة اي نبغى هكذا وردة اي نعم او تكون وردتها صغيرة اقصى حد لها هذا اللي يدخل في الجن شوف زي كذا ان شاء الله ننحصل هذي لا سنتها صغيرة نبغى تكون مفتوحة برضو افضل صح بس انها تدخل في الجن كامل صح اي افضل ست نايسان نايسان يا زد شماعة الخير ركبنا الجنوت وكي وضعنا تمام ولكن عندنا انفقع جنطين هنا موجود وراء رجعنا للبيت جبنا جنوت الفراشة شوف الفرق بين الجهة دي و الجهة دي قاسم بالله العظيم فرق جفار راح الحين شوف نجرب عبيه هوا وان شاء الله انها تضبط باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا جمعة الخير اليوم الاخير قسلنا سيارة بس باقي من السحة وهذا شكل الجنود في النهار ما شاء الله ليلة هلا الله ولكن تحتاج تنزيله شوي ممكن او تحتاج ان الكفر يكون اكبر شوي ولكن القصة الخلفية مع الكفر مع الجنط يا ساتر اش احكي لك حرفين طيب نشوف الجهة الثانية هذي من هنا شوف من هنا مرتفعة تحس شوي من ورا نازل الله شوف القصة هذي مرة جميلة مرة 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 جميلة فنمسح سيارة نخلص بس ونطلعها نشوف لها كفرات وهذه اجماعة الخير بعد التمسيح ما شاء الله ليلة هلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حظ يوم لون طلع جبارة على الجنود الكستم مرة جبارة نجرب نشغلها بسم الله الرحمن الرحيم باقي الداخلية ما شتغلنا عليها بسم الله ها شوكة كيف جوا كيف مراتب كويس باقي على الترتيب زيادة هذا شوف مراتب باب البوية جماعة الخير الحمد لقعد اللقط الاشياء اللي فيها لقط لي ذي اللي هنا باقي اللي هنا باقي اللي هنا خلوا صلام باذن الواحدة شوف كده لقطها شوف هذا لقط منديل كده يا الصلاة هنا باقي صح شوف هنا باقي في خدوش هنا في الأطراق باقي هنا شاء الله ذا موجود لك رح هذا ولا ما يحتاجه لا ها اذكي ايه ما شك اه 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة